تاني الأجازة عشان تعمل ايه النهاردة ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك سألنا حضراتكم وخلونا نستعرض بعض من إجابتكم على سؤال الحلقة ونبتدي بأستاذ عبدالله مقلد اللي بيقول عشان أصحب رحتي لكن للأسف ما بيحصلش لو أنت متعود أن أنت تصحى كل يوم في وقت معين هتصحى يوم الأجازة في الوقت ده طيب فيه أستاذ هلال محمد بيقول صباح الخير عليكم جميعا يوم الأجازة يوم خاص بالأسرة بس الفكرة أن أجازتي الخميس وليست الجمعة في الأجازات يعني الأسرة بتستغليني أحسن وأسوأ استغلال يعني ربنا يا ربي يدي معلكم اللمة والمحبة كده ويستغلوك كمان وكمان يا أستاذ هلال يعني أنت الخير والبركة ولهمش غيرك أكيد أستاذ وليد الصياد بيقول أولا أفطر مع الأولاد ثانيا الصيادة المنزلية اللي نقدر نعملها ثالثا زيارة أبي وأمي وبعد الأقارب رابعا النوم قليلا إن أمكن والأهم رؤية صباح الخير في يوم الجمعة خمسا وقراءة القرآن والابتهالات الدينية وأحلى الصباح نصبح عليكم نشكرك أن أنت بتبعنا يوم الجمعة وخليها كمان أيام الأسبوعية في أحمد فاروق المقدم السؤوس أحمد بيقول صباح الخير على كل المصريين أكيد لأداء صلاة الجمعة وزيارة الأقارب لتوطيد صلة الرحم وأحيانا التنزه لتغيير نمط الحياة مستاذ زكزيكو زكي بيقولي بقى قال كنت بستنى يوم الجمعة عشان أراضي في امراتي وأنا دلوقتي المعاش من 20 سنة وأجازع على طول فبرزي في امراتي برضو يعني أنت ده كلام كبير ويتحمل أنت مسؤولية إحنا مناش دعوة يعني إحنا جايين نهدي النفوس يعني طيب فيه يحيى أبو العلا حسين بيقول أنا نسيت أقول جمعة مباركة على الأستاذ أحمد والأستاذة بسند والنبي يا جماعة حد يقول لشازلي إني بصبح عليه وبقوله جمعة مباركة إحنا كبير من صباح عليك على مين على يحيى أو على شازلي على شازلي طيب أستاذ يحيى أولا مش قصده محمد الشازلي بتاني أيما بيصبح على شازلي بتاني صباح عليك برضو أكيد 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 أستاذ أنت بتلبسني الغلطة أستاذ عبدالله عبدالله منصور بيقول أمس خلصت من الامتحادات أو امتحادات الشهداء الإعدادية أنا هسألكم أعمل إيه حلو السؤال ده جميل أنا رأيي بصراحة أخرج يعني انبسط شوية لو أنت فعلا كنت بتذكر ومقضيها مذاكرة يعني أخرج فلنت تبتذكر وتتقضيها مذاكرة أخرج لو أنت ما كنتش بتذكر ومش بتقضيها مذاكرة أخرج عشان مش هتخرج برضا عشان بعد النتيجة مش هيخرجوك لا أخرج وانبسط وشوف صحابك وشوف أنت عايز تعمل إيه عطفك ربقى أنت عايز تعمل إيه في الصناعية العامة أنا هقولك على حاجة تابع الحلقة النهاردة لأن احنا في آخر الحلقة نتكلم عن التعليم وهنقولك بالضبط أنت حابب تعمل إيه بقى إيه من نوع المدارس اللي أنت حابب تدرس فيها في الفترة الجاية هل أنت عايز تشتغل إيه فمنها تشتغل مثلا في تعليم فني تدخل مدارس فنية ولا تدخل مدارس تكمل في مدرستك في تعليم العادي العالي يعني شوف أنت حابب تعمل إيه في الفترة الجاية أوه تفكر إيه رعا عنه أكتر لكن في الفترة الجاية بالذات لا تفضي دماغك تماما تعملش أي حاجة نم كتير ارتاح وبعد كده تدخل إيه في حياتك في الفترة الجاية وإيه رعا كتير قوي قوي وتبعنا كمان يمكن نتديك معلومة تفيدك إن شاء الله في الجاية طيب فيه الأستاذ محمد إبراهيم خليل الأستاذ محمد بيقول أستاذ أحمد وبسانت صباح الخير بنتظر يوم الجمعة تحديدا لبر أمي وجميل إنكم تتكلموا عن صلة الرحم وبصبح على الحجة عواطف والدتي ربنا يديها الصحة ربه يبارك في عمرها طبعا يعني كلنا بنصبح على الحجة عواطف والدة حضرتك يا أستاذ محمد وبالتأكيد فكرة صلة الأرحم وفكرة اللي أنت تبر والديك أعتقد دي حاجة مهمة جدا لازم إحنا ما ننسهاش ويه ما ننشغلش عنها رغم مشاكل الحياة ورغم الظروف الحياتية أنا عارف ويه إن يعني الأزمة الاقتصادية العالمية كمان اللي ألقت بضلالها بالتأكيد على مصر مش سهلة ومش هينا وخلت المشاغل أكبر وأكبر لكن حاولوا اللي إحنا نفصل في وقت من الأوقات حاولوا اللي إحنا دايما نصل يعني نصل الأرحم ونبر والدينا لأنه هم الخير والبركة وصدقوني دايما ربنا بينجينا من مشاكل كبير قوي علشان دعوة حلوة من يعني الأب أو الأب ربنا يبارك فيهم واستغل بقى الفرصة دي أنا كمان وصبح على والدي ووالدتي على كل حال دي كانت بعض من تعليقات حضراتكم مستمرين في استعراض البضل آخر من هذه التعليقات